تعليق خفيف على الآيات اللي اسمعناها الله يبارك ونشكر المشايخ على المحافظة على الحزب الراتب ويقرنس الحزب الراتب وذين دي جاني امزورة طريقة منهاجية للمحافظة على القرآن ولتحفيظ القرآن لا ريفيزيون مراجعة ومثيلة كجماعية الله يبارك سعى للباركة شيخ محمد متولي الشعراوي الله يرحمه مفسر القرآن في هذا العصر بعد الاستقلال في الجزائر يساد الثمور في الجزائر على رأس وفد أزهري بعد نيس القرآن انتهى بعد 132 سنة من الاستدمار الفرنسي دمار المساجد دمار ثم عمرين الزوايا المفروضين ولكن يفد القرآن الغشي ظلم تراويح الله يبارك حفظ القرآن ما شاء الله بعد من المي اسمي يروح الجامعة يفنخد منح الحزب الراتب انه يسترع عرف السبب الآن أدركت السبب ثورا حصيغ الزريق هذا هو السبب ما زالت زيريا حفظا أولى ربي ثقيا يعني بشدنا شكرا للمشايخ لحفظوا على الحزب الراتب في مساجدنا وفي زوايان وثقى صورة البقرة اللي هي أكبر صورة في القرآن عندها ميتين وستة وثمانين آية ميتين وستة وثمانين آية فيها أحكام متنوعة سلما سقى أحكام الأسرة كثيرة أحكام الأسرة وردت في صور أخرى كصورة النساء الأي وحد وعشرين والأي سعطاش وغيرها صورة الروم الأي وحد وعشرين وغيرها ولكن صورة البقرة فيه بزف أحكام سمعنا قال الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوه نظيرا لتعتدوا صورة البقرة الأي ميتين وحد وثلاثين سمعنا بعد ذلك ما يتعلق بالخلع فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح ليهما فيما افتدت به صورة البقرة الأي ميتين وميتين ودسعة وعشرين بعد الفراق لا سمح الله بين الزوجين مهما كانت الأسباب بالطلاق أو التطليق أو الخلع وكذا الأي ميتين وثلاثين أربي قال ولا تنسوا الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم معناه رسم لخطة التعامل بعد فك الرابطة الزوجية والعبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الأي يقرب وثثار الفضل يكون شرحا وثثار الفضل يكون شرحا صحيح وردت في سياق في سياق معين ولكن في القاعدة ذي تفسير في الأحكام في استنباط الأحكام العبارة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولا تنسوا الفضل بينكم إلى آخرهم الآيات القرآنية اللي سمعناها نسأل الله القبول